طبعاً أنا وأنا بكتبه بصراحة كان عندي كم ألام نفسي أخلي الناس تتعافة بس ركست هنا على بعض أنواع الآلم واحد التعافي من ألم جلد الذات وده شيء قاسي جداً التعافي من ألم القلق والأفكار السلبية تلاتة التعافي من ألم الغضب والعصبية أربعة التعافي من ألم التعلق والعلاقات المؤلمة ده الأربعة أهم من بعد ده الأربعة أهم من بعد ده يعني حدرتك اختارتي الطب في المشاكل النفسية اللي ممكن نكون حقيقي بنتقلم منها ده فنينها ده فنينها جوانا وبتوجعنا بجد بجد بتقلمنا مش قادرين نعلن طب تعالين نتكلم بقى كده ندي للمشاهد نبزة ونخليها استفيد من خبرات حدرتك ومن كتاب حدرتك عن فصل فصل نبتدي بالفصل الأول التعافي من ألم جلد الذات جلد الذات طبعاً وتقنيب الضمير صح والوجع اللي بنوجع بيه نفسنا حبيت قوي أركز على حاجة هو أنت فعلاً فعلاً عندك رحمة بنفسك ولا أنت أصلاً فكرة الرحمة في التعامل مع روحك مش موجودة أرجوك كن رحيم بذاتك اتنين أنت بتلوم نفسك على إيه اكتب لي تعالى نكتب زي ما قلت لحضرتك هذا الكتاب مهم جداً فيه حاجتين واحد إن إحنا نقعد معي ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل ربع ساعة مع فنجان القهوة بتاعنا وربع ساعة قبل من الليل نقعد مع نفسنا بلوم نفسي على إن أنا مقصر مثلاً مقصر في حق أمي مثلاً طيب أنت ابن وحيد لا أنا مش ابن وحيد إحنا خمس أخوات لا والله طيب وبتلوم نفسك على إيه أنا حاسسة إن أنا مقصر طيب ممكن تقولي أنت المفروض تتحمل مسؤوليات أنا عارفة إحنا كلنا لأهلينا لكن أحياناً جلدك لذاتك بيخليك مش قادر تنفذ أصلاً المهمة اللي عليك ممكن يخليك واقف وعطلان جلد الزيت للمسؤولية اللي بنحسها تجاه أهلينا جلد الزيت للمسؤولية اللي بنحسها تجاه ولادنا جلد الزيت للمسؤوليات كتير في حياتنا هنا بقى بأسألك طيب ممكن تقولي المفروض البقين عليهم قد إيه فممكن يقولي أنا علي مثلاً 25% وفلان عليه عشرة وفلان طيب هل البقين دول أيمين بأدوارهم طب إنت ليه بتجلد نفسك طب ما تطلو المساعدة من آخرين طب بص كده اكتب لي اللي إنت بتقوم بيه تجاه كذا أو كذا أو كذا اللي إنت بتقوم نفسك عليه على فكرة 99% لما بنقعد نكتب بنلاقي نفسنا إن إحنا بنعمل أقصى ما عندنا إحنا مش قادرين نعمل أكتر من كده بس المشكلة إن إحنا مش شايفين أروحنا بتدي طب ليه بنجلد ذاتنا يعني ليه إخفاقنا أو إحساسنا بالإخفاق في أي مسئولية ربنا بيديها لنا أياً ما كانت إيه شكل المسئولية دي ليه بنجلد ذاتنا سبب جلد الزدة هل دي حاجة بتتربى عندنا من وإحنا صغيرين هل دي حاجة إحنا بنكتسبها بشكل معين في حياتنا بيجينا منين جلد الزدة واحد إن أنا عشت في بيئة على طول بيلموني على أي حاجة وإنا هنا حكيت حكيت عن ناس قبلتهم في الحياة حكيت قصص حقيقية جدا على واحدة بتقول لي أمي وأبوي أنا كنت بنت وحيدة وطول عمري عيب غلط عيب غلط فطلعت كبرت كل حاجة بعملها عيب وغلط حسنا أنا عيب وغلط فهي بتجلد ذاتها مكملة السيناريو اللي بدأ معاها من الصغار وأحيانا بتكون إحساسنا بالإخفاق تجاه ولادنا أو جلد الذات بتاع الأمومة والمسؤولات بتاعت تجاه ولادنا أحيانا من كمان العكس بقى لما بيكون الزوج دايما ما حسسك إنك مأسرة عشان كده بقول في حاجتين سبب أساسي عدم الرحمة في النظر لأنفسنا اتنين إن إحنا مش بصين الباقيين اللي حوالينا مفروض يشيلوا معناقين عشان كده بجلد نفسي لكن لو أنا وقفت وقلت لا فلان عليه كذا زي ما حاجت بتقولي الزوج عليه كذا وكذا وكذا ومشيلني أنا الست حاجات دول طب أنا بجلد ذاتي على إيه ده أنا المفروض أطبطب عليها وأرحمها بدل ما أنا حاطتها في النوتي كورنر وطول الوقت بجلدها وابصلها وقلها وعلى فكرة يا ما ناس عيشة مع أرواحها وهي مخصم أرواحها وبتنظر لها نظرة دونية يعني أنت وحشة ناس كتير جدا كده بتبص الأرواحها ودون كده نظرة التصالح طيب أنا مش هتكلم عن النظرة دونية ده بقى اللي احنا بنعمله فيها تعالين نتكلم عن النظرة الإيجابية تعالين نتكلم عن نظرة التصالح هو ده التصالح إزاي مع نفسي واحد النظرة برحمة والنظرة بأن هو أنا ليه ببص لنفسي كده نفسي دي بتدي إيه طيب التسامح عن أخطاء الماضي مش بقول بل حصل خلاص بل الزبط كده والتصالح أنا فيه ناس ممكن تقعد تحكيلي تفاصيل تفاصيل حاجات حصلت من عشر سنين من خمستاشر سنة وأصلا أنا عملت كذا وعملت لا 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 ده الله غفور رحيم اسمه الرحمن الرحيم طيب ندخل على الفصل التالي يلا عايزين كل المشاهدين يا ستكيلي يلا أقدم ونأت التحرر من القلق والأفكار السلبية مهمة أوي أوي إن احنا ما نكملش في الحياة ونحن نحمل أعباء من القلق والأفكار السلبية لازم أعرف الأفكار السلبية جيالي منين لازم أقفش الفكرة السلبية بتدمر الأفكار السلبية دي بتدمر بتدمر وبعدين الأفكار هي اللي بتتحكم في الشعور وشعور هو اللي بيتحكم في السلوك فأنا في الأخر بقول أنا مش عارف بتصرف كده ليه بس لا هي بسبب الفكرة أنا مش عارف أنا زعلان كده ليه أنا حزينة ومش عارف أنا حزينة من ايه ما كلوا من الأفكار الوحشة mitä سيبلها؟ اللي أنا مش عايزة أوجيح. فالحقيقة طول الوقت هنا بحاول أتعامل مع القارئ. لا دور على الأفكار الوحشة اكتب لي. إيه أكتر أفكار ألقاك. طيب تعال. المخاوف. المخاوف دايماً بنلعب على المخاوف. اكتب لي. خايفة من اللي جاي. اكتب لي. خايفة من كذا. وعلى فكرة دايماً دايماً الحقيقة في مقولة كده ديستوفيسكي بيقولها. إن فعلاً الناس الأنين قوي يظنوا أن الطمأنينة فخ. يعني لو أنت جيت طمأنينة قولك لا لا لا. يدحك يقولك خيراً لما تجعله خير. الطمأنينة فخ بالنسبة له. وأك والناس الألوقة قوي بتعيش حياتها بتقلق من أشياء لا تحدث أبداً. حقيقي. حقيقي.